بيقول تعووا يا أخوان للبخاري عمر بيقول فيه إجماع على أبو بكر أبدا وهذا اللي بيدلسوا عليكم فيه شو بيقول؟ بيقول كانت فلتة يعني أنت هلأ مثلا عم تدعي واحد شيعة تقول له تعا سير أنت واحد بيعه فلتة تخيل أني آخر عمر أني سير عندي واحد أني مبيعه فلتة فلتة بعد شو بيقول عمر بيقول وقى الله شرها أنت جاي تدعوا الناس إلى أنه يبيعوا واحد فلتة إنهلأ أنت إذا قلتلك أبو فلتة بتقبل؟ هيدا كلام عمر أنا ما عم هنا خلاص خلاص النص دي خلاص الفضل أبو فلتة بدأنا لنرفزة للإستفزاز مش إستفزاز هيدا كلام عمر ولا كلام عمر بدأنا لنرفزة للإستفزاز ولا كلام عمر ماشي يا ابن البعودة ماشي يا ابن البعوضة. كلام عمر. ماشي يا ابن البعوضة. ماشي يا ابن البعوضة. ماشي. ماشي يا ابن البعوضة. الله أكبر. ماشي يا ابن البعوضة. ما فيش مشكلة يا ابن البعوضة. يلا يا ابن الفلتة. يلا يا ابن الفلتة. ما بلاش استفزاز. انت ليه يعني انا نفسه. يعني ليه الاستفزاز. ما لانا كلام عليه ابن ابي طالب. ان عليه ابن ابي طالب بعوضة. ما بلاش استفزاز. بلاش يا عم.. اسقط. طيب اسقط طيب؟ والله معضايا المناظرة والله معضايا المناظرة ليه سبع دجاي؟ اسقط عشان اسقط جاي شو رأيك؟ اسقط ايه وسقط اسقط يا عمي روء اسقط يا عمي روء بكرة شو رأيك؟ شو رأيك مسقط? حدد وقت لا احنا لسة ما زلنا ان عبد أسقط أسقط. يا عمي لا. نتكلم بعد ما نتخلص. بعد ما نخلص نتفق. طيب يا رب. خلق يّا صامح تسا suficiente لرب 7이에요 ما ادخلش في 해요. لا حول ولا قوة إيّا بالله. عايز طوار%. الانسان المهزوم هو اللي بيحب دايما يبوز المناظرة يقول الفاظ عشان يبوز المناظرة الإنسان المهزوم لكن الإنسان اللي وثق من نفسه المناظرة لو عاد عشر ساعات هو وثق من نفسه فلو سمحت اسكت طيب الله المستعان بداية يا أخوان هو قال صحح للرواية رواية نهج البلاغ تمام وكأنه يقول أن هذه الرواية ضعيفة وأنا أقول له لو سمحت قلها صراحة أن هذه الرواية ضعيفة إذن يسقط نهج البلاغة الذي قال علمائه أنه فوق كلام البشر وتحت كلام المخلوق بل أن الخميني وسخ جميع روايات نهج البلاغة بل أن علمائه قالوا كلاما بل قالوا أن روايات نهج البلاغة هي كلام الله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه خلاص هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عندما يقول أن كلام العالم يستدل له لا يستدل به وضحك يا جماعة الراجل ده بيكلم الشيع مش بيكلم العلماء ولا من يفهم في العلم لأن هذه القاعدة تنفي ما قاله تنفي ما قاله لأنه استدل على الرواية بكلام العلماء استدل على الرواية بكلام العلماء لكن أنا لما استدلت بالعلماء قال لي أن العالم يستدله له لا يستدل به الله أزدواجية هل شرح نهج البلاغة لم يشرحه هرب من اولها قال لك يا وليد اسماعيل اهرب من الاول وخلاص تعالوا انا بقى اقول لكم يا اخوانا ماذا قال في نهج البلاغة قال له زي لم يستطع ان يضعفه عارفين يا اخوانا ما عرف يضعفه يعني ما يقولها صراحة انه ضعيف ليه لانه عارف انه حيتلوه عارف انه حيتلوه تعالوا انما الشورى للمهاجرين والانصار تعالوا نقرأ كده اخوانا انما الشورى للمهاجرين والانصار نشوف عليه ابن ابي طالب عمل ايه تمام ومن كتاب له ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما باعهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار بصوا لحظوا اللي بيقول لك دلوقتي يجمع الشورى وقعد يتكلم في الفلتة بصوا كلام عليه ابن ابي طالب وركزه فيه ويقول ايه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد يعني الغائب عن شورة ابو بكر الصديق ما نوش اي لازمة الله اكبر ده كلام عليه ابن ابي طالب اللي هرب منه بيقول عليه ابن ابي طالب فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد ومن شوية بيقول لك ايه اصلا عليه ابن ابي طالب قال لابي بكر الصديق كما قال علمائك ان انت يا عم ما مش هورتناش في الامر شفتوا التناقض الصارخ باين على وشه والله باين على وشه فالله المستعد نكمل ايو 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 بيقول ايه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين وانصان فان اجتمع على الرجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا شوفوا اللي جاية بق دي مصيبة اللي جاية عارفين يعني مصيبة اللي جاية نسمع المصيبة اللي جاية حضروا نفسكم للمصيبة دي اللي ما بيقرأ الشعبا بيقول ايه فان خرج على ابيهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه فان ابا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين يعني الذي يخرج على امامة ابي بكر الصديق وخلافة ابي بكر الصديق بطعن او ببدعة ردوه وإلا قاتلوه وإلا قاتلوه شوفوا علي ابن ابي طالب بيقول ايه انا بجيب كلام صريح من علي ابن ابي طالب كلام لا يحتاج تأويل لا يحتاج تأويل وهم يقولون كيلة وقال استنتاجا كيلة وقال اصدحنا فهمنا كده انا ما يلزمني فهمك انا يلزمني كلام علي ابن ابي طالب الصريح قطع الدلالة على خلافة ابي بكر الصديق رضي الله رضا يبقى لحظة اخواننا في رواية يقول ايه يقول انها رضا لله يقول انها رضا لله رضا لله ولاية ابو بكر الصديق رضا لله وان خرج عليهم احد ببعذة او طعن قاتلوهم طب ليه قاتلوهم يا وليد يا اسمعين لانهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين يبقى رضا قاتلوه اتبع غير سبيل المؤمنين الان نروح لحديث الفلتة قبل مروح لحديث الفلتة علي ابن ابي طالب بيع ابي بكر الصديق رضي الله عنه يعني ما كانش فيها اللي علي ابن ابي طالب والمصيبة انهم قالوا ان كل الناس ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تلاتة كل الناس ارتدوا طب ارتدوا ليه لانهم لانهم لم يبايعوا علي ابن ابي طالب وبايعوا ابي بكر الصديق يعني تخيلوا الامة الاسلامية كلها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعت علي ابن ابي طالب الا تلاتة بل ايه رأيكم اخوانا انا اتحداهم ان يأتوني بدليل على ان عمار وابي ذر والمقداد لم يبايعوا ابو بكر الصديق بل هو قرأ الرواية ان علي ابن ابي طالب بايع ابو بكر الصديق اذا الامة كلها اجمعت على باعة ابو بكر الصديق رضي الله عنه بلسان الشيعة انا اتحدى الان اتحدى الان ان يقرأ رواية الفلتة شوفوا بقى التحدي مع انه هرب من علل الشرائع ولا لا لا قبل ما يهرب من علل الشرائع انا انا امام الناس كلها ساقرأ رواية الفلتة وهو يقرأ رواية علل الشرائع التي دلس فيها مش هقول كذب دلس فيها وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تعدى لا لا انت ليه يا عمو انا ليس انك اساسا تقرأها اقرأها انا تمام اقرأها انا كتاب علل الشرائع للشيء صدوق كل اسوقتك يعني هتقرأ لنا علل الشرائع هتقرأ علل الشرائع هتقرأ بوقتك تقرأها بوقتك تقرأها بوقتك اراها اليك معك معك سبعة اهي لان هلا هو وقت حيدر بلش الوقت بسم الله الرحمن الرحيم كم وقت دلوقت هنبدأ ديتين بديتين لا خمس دايب خمس دايب خمس دايب عدل الوقت يا حايدر بسم الله الرحمن الرحيم بداية كانت المحاورة انه اعطني دليلا على ان علي بن ابي طالبي اعترض على بيعة ابي بكر جبناله ادلة قول المنعم قول المازوري قول النفس البخاري هو هو لانه شرح اه اه كلم علي من كلام ابي بكر وهذا غلط خطأ كبير بس بمشهولوا اياها ويقولوا له الله اكبر طيب فاذا جبناله الادلة على اه وبالمشورة كذلك الامر انه اه ذكر وقال ابن عثيمين ما بدنا ننسى قول ابن عثيمين لما قال انه علي ابن ابي طالب عليه السلام كان يرى له الحق بالمبايعه لذلك اعترض لذلك ستة اشهر لم يبايع وطلبناك ان تذكر لنا سبب عدم مبايعتي ستة اشهر ان احن فسرناه كما ابن عثيمين فسره بالاعترض انت لم تفسره بعدما ثبتنا انه علي ابن ابي طالب عليه السلام اه اعترض على بيعة ابي بكر الان نأتي الى الرواية اللي بدأت انت فيها انت لحالك منك لحالك واعت حالك بحالك اللي هي رواية ابن ابي شيبة الان ابن ابي شيبة الرواية اللي عمر يا مسلمين يا امة الله عمر عمر واحد حاكم تاني هدد بيت ابن بنت نبيه هدد بيته بالاحراق قل نيلو نتحداك ولو واحد عم بيقول لي اتحداك لو اني ما بينزل على النزال اتحداك انك تجيب ضعف هيد الرواية انت قلت عندك ضعيفة اقتني بضعفها هي صحيحة هي صحيحة ونفس سندها في البخاري طيب اقتنا الان انت رجالها رجال البخاري ورجال مسلم فالان اقتنا ضعف انه فاطمة عليها السلام لم عرفا انه عمر لم يهدد بيته فاطمة بالاحراق هيدا واحد ما لم تأتي به بعد الى الان لنرجع لموضوعنا حتى ما تشتت كل الامور وتفرع ما شاء الله شجرة بتفرع كتير انت طيب ثم نسأل الدليل نرجع لاني طلبتك وانتي طلعت لهون لانه اول تنبيرح اني طلبتك بالاسم انه عطينا الدليل على خلافة ابي بكر بما انه فتنة على الفلتة فيك الان بعد ما تجيب علا للشرائع اتقلنا بس اني بدي اسمع منك وخلي السنة يسمعوا منك المغيبين كيف بويع لابي بكر شو القصة كيف مين اللي كان انت عم تقول صار في اجماع مين اللي كان في بالسقيفة كم واحد عددهم من الانصار ومن المهاجرين لحتى تقول انت صار في اجماع على ابو بكر كم واحد وشو عمله وحكي لنا حكي له للعالم شو عمل عمر بن سعد بسعد بن عبادة عمر بن الخطاب بسعد بن عبادة لما امتنع عن لهو صحابة والصحابة تعرف رضي الله عن الصحابة